بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعينما بعد باب المحافظة تعذرك عتيني قبل الفجر إمامك حول حبابي هاي إلا إلا لي ولا دورك عتينك فجرك كهررية يعني سلاد فجر بوجه داماء فجرك يطلوع الفجر أهاء قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا محمد بن المثنى بن موسى للبسري وأنه صمر الإمام النساي أخبرنا أنه استعماله حدثنا أي كوير طائباء سلي سبا قال حدثنا عثمان بن عمر ابن فارس العبدي وننثق إلا أن في حفظه شيئا قال حدثنا شعبة من الحجاج عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر الهمداني عن أبي أبي إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر الهمداني عن مصروق الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصوبا نوحوها لا يدع مذا كتقين أيها النبي أربع ركعات أفرق عضوذ وقبل الظهر يضهر ككور رئيس يورق عتين لبرق عضوذ وقبل الفجر سلاد الصبح كهور رئيس خالفه وحا خلافي ننك عثمان بن عمر ابن فارس العبدي ضمير كخالفه عثمان بن عمر عثمان بن عمر وحا خلافي ابن فارس العبدي وعن شعبتأها عامة أصحاب الشعبة شعبة أردده سيدا مانطط بخلافي عامة ضمرنا أكثر بين نقطات مرة كلية نقطات أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد مركة روادي خلافي ابو حقيبة المامة قال حدثنا محمد جعفر غندر الهذل قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إبراهيم ابن محمد أنه سمع أباه أبيه ابو مقلوي يحدث حديث كتبينها يا أم الشيغية أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها مركة إبراهيم ابن محمد عن أبيه محمد ابن المنتشر بسيطوس حديثك أقل قدامي عن عائش ومركة مصرق أنسين مرين أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها بمغني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحوها لا يدعو مدن كتقينه إلى لي أدو دائما أربعا أفرق عدوده قبل الظهر سلاة الظهر كوري يورك عطين لبرك عدوده قبل الصبح سلاة الصبح وارتيد قال ابو عبد الرحمن النسي هذا الصواب عندنا صوابك هو مد كنبول إن حديثك من حديث الشعبة عن إبراهيم ابن محمد عن أبيه عن عائشة أستوس ومركا مصروق الأجدع عن ميشة لسوق لنه وحديث عثماء بن عمر خطأ والله أعلم حديث عثماء بن عمر وقف بوري إنه قفيا ودليل حفادي إيارضي ابو خلافي ورن إنك صو الشخص وقفد أصوه ومحمد جعفر غندر عن شعبة بسؤوت المامي أخبرنا هارو من إسحاق ابن محمد الهمداني قال حدثنا عبده ابن سليمان الكلاب عن سعيد ابن عربة عن قتادة من دعامة السدوس عن زرارة ابن أوفأ الكوفي عن سعاد ابن هشام من عامر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتينك فجرك وحيك خير بدانيهن من الدنيا الدنيا دورنا يوم ما فيها واحد دحية اللي مركة أثاثة ممطاعة مألابا دنيا خير بالي دحي ركعتينك فجرك ينبقوا قاد اللازم الجر وين إيمان دون كدبنا نوحاكو حيكو وحيكو وحيكو قاد لنجي ركعتينك أفتر ركعتين ودورك كهور ريس أماك يكون كدن بي وحيكو انتا كسوهري وطر كدبنا شافعي وحيكو وحيكو خلافين رواتب ثم وطر سلاتو للك أخر صنان عفن الصنان سوى المكتوبة وحيكو أخر سلاتو للك يوطر كمس ركعتين الفجر خلاف باكتها قان نصوص طبضا كده وحيكو سلاتو للك يوطر كين يفضل هايان كدبنا يصور عن ركعتين الفجر كدبنا ركعات كدهور ككور ريام كدن بي وحيكو كدن بي واسميه بوضادها قاركودي لهذا ركعتين الفجر مرك أمان قون أكو تمين باب وقت ركعتين الفجر وقت لتكن لها ركعتين كفجر كطيب ما بعد طلوع الفجر باب سوى قبل طلوع الفجر أخبرنا قطيبة ابن سعيد قال أحدنا الليث من سعد عن نافع مول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفزة ولا شيء شقيق ديس أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لسلاة الصبح سلاة الصبح ركعتين لو ركعت خفيفتين فطفضوت قبل أن يقوم أنتو سنستاهلون كهر إلى صلاة ثالث الصبح صلاة الفجر أنتو سنقلين كهر أيو النبي وركعتين كالتكن جري وأنا سيد الصواب كأه إن ركعتين الفجر قبل طلوع الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح هذا هو صواب أخبرنا محمد منصور الجواز المكي قال حدنا صفيان ابن عيينة قال حدنا عمر من دنار المكي عن الزهري محمد عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال أخبرتني حفصته حفصة إيش يكتين حي سلاة هذا الفجر نبي قوله كسرته كان جروان حل هذا النبي أن لبق لوتك الكريم مرك أمهات المؤمنين وإن علمه أصلاة لقاحكتو لقاقاتو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانو إذا أضاء مرك وقفه أمه له أسقع الفجر إذا أطلع وأظهر وبدأ إذا أضاء له الفجر فجركم يوقف أمهاته سلاة رقعتين بطوكانتر مرك توقيت كيف ينهلك بإمام كوش باب الاضجاع بعد رقعتين الفجر على الشق الأيمن الاضجاع إن لو تصدو الله صحيح بعد رقعتين الفجر رقعتين الفجر كذب على الشق الأيمن لن سيحضه وأنه صحيح بعد رقعتين الفجر لم يكن توقيت رقعتين كيف فجر كذب وكذب نبي صحيح رجح وأنه علمان ونحي رجح 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 محقق وأنه الفجر سيح وأنه كذب رقعتين كفجر كذب فجر ترجيح أنه مراه حكم رجح بعد رقعتين الفجر وأنه خلاف الامام الشوكان في ناول الأوطار مجلس في صدحات إلى صدر الله وأنه علمان سيحصل وأنه سيحصل وأنه سيحصل واجب بعد رقعتين الفجر سيحصل وسيحصل أمام سيحصل وأنه قبل السيحة وأنه من العمل يتبع المؤكس يتبع المجلس فهو كالين اكمالك وكأنه سوص السلاحين وان رأي ضعيفة نصوص اي نصمرا ناقي عايشو نأبي ملخور عطيك فجركتوك آما وطرك آؤد تكاثو هدي مركاسي واهل كيسا تنكياشان وواسيدا هدي وان سوجدن وان شاكينجيرو مواصي حنجرون واسوقو فريستو فاليوووز مركاسي شاكينجري اداان مركاسي وان سوجده ويجب أن نكون أقل بجريه إن سبقنا بجريه قريبا لك الأن هريك ليس بأجاب إن فعله كامل محمد استحباب ومطوصبه أكثر أتفعل سدقنا بجريه التكلم حرارة يجب أن تفعل شجر وإن وضع ما يقول إن كنت تتعلم إن شبكنا أقول يجب أن نكون رائعا وليس هذا يتحدث كما يرى إن جماعة من التابعين أكثر عمر مذهبا بسبب بلعبة ويجب أن نكون بأجابا لكن تصنن أن النبي محمد قضايشو أن الأساحة تبقى مرة بنانية بجماعة من السلف أولا الرأيهم بها دقوة ووين وصنوه مستحبة ورأي جمهور السلف وواجب أمن حزم يعد المطابعة يساين وبدع جماعة من التادعين ومن الصحابة أي مرين صدح قوله قوله قدره شوكاني مرجع أي دنسي بولد جاعد بعد رقعته الفجر على الشق الأيمن أخبرنا عمر بن منصور أبو سعيد النسائي قال حدثنا علي بن عياش الألهاني قال حدثنا شعي بن حمزة عن الزهري محمد قال أخبرنا عروة بن زبير عن عائش رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن مؤذنكم مركوا كفا رغوي سكت هنا عن فرغي كانت عندها العلم عفوا سكب سكب يا نخلد إذا سكب المؤذن أي إذا فرغ سكب أنا إلي قدر بما لها سكت سكب 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 أحر رجحة إمن تين إيو جماعة من الشراح البخاري الرجحة لكن حفن حجري جماعة سكت دي رجحة إذا سكب سكب أحب شبدا إذا سكب أحب الغشبه إذا سكب المؤذن أي إذا فرغ المؤذن بالأولى من الأولى الباء هنا بمعنى منوية عند المحققين إذا سكت المؤذن مؤذن مرقاة منوية بالأولى أي من الأولى ومن سلاة الفجر أي من الدعوة الأولى طيب أو من المرة الأولى ومن سلاة الفجر قام النبي وإستقجر فالركعة وحور كوعج ركعتين خفيفتين قبل سلاة الفجر سلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر وعندما أنت تكذب ثم أنت تكذب يضجع واسحا جري على شقي الأيمن لأنه يسمى أنه يكون سطور جري أو سحا جري حيث مدنو حيش وإنه يسمى أنه يكون مرقاة أيضا ومناسبا ومحايرين بيحدو جراء وضنه جراء هذا بيحد أو سحا وإنه مرقاة وارناسانها أو حسب وإنه يمكن أن يكون مرقاة وقلقة وإنه يقول لا تصدق أفهم وإنه يكون وإنه يتكذب ذلك وإنه يكون أفهم فإنه يسمى وإنه يتبين يكون ويكون ينتج مقصودة ودعوه واقع مقصودة 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 باب ذم من ترك قيام الليل حبابي هاي عمبار إنت الله عمبار من لعي يروح قيام الليل كتبدي أما كتبدي سبا أخبرنا سوي من نصر المروز قال حدثنا عبد الله يعني ابن المارك عن الأوزاعي عبد الرحمن عمر عمام أهل الشام عن يحيى ابن أبي كثير الطائف عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر ابن العاس قال لي رسول الله رسولك لا يحقق يقولي لي لا تكون يا عبد الله عبد الله هل نقن مثل فلان هيبلو كالي مركب السحابي وقال الثوري مثل نبي قابة أفقبات تعلق البدو واصورة وقال حابن حدر حولي هي ننك مثل فلان الليلو ومصمان وقمارك في الروايات من الروايات مركب سيم مقصود وصحابي ومركب معي سؤوة قريي أما نبي قابة قريي للسطري عن عباد الله أو على عباد الله كان يقوم الليل ننك فلان كدر حوة كان يقوم الليل هذا بينك نحن بفتر كيام الليل كيام الليل كي بكاتك لأنه يتحدث لكي عبادة يشيغون اكسان يضف لك انه يكون مذلومة ويقول من الفتر ويقول يقول ان لعبادة من المسلمين يتحدث لكي عبد الله لا تكون مثل هؤلاء ويقول أنه يكون سوق لها الناس ويقول الى اكسان يقول ان كل عبادة أخبرنا الحارث ابن أسد أبو الأسد المصري قال حدثنا بشر بن بكر أبو عبد الله البجري قال حدثني الأوزاعي عبد الرحيم بن عمر قال حدثني يحيى بن بكثير الطائي عن عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله المترجم للقناة 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 إسماعيل بن جعفر وكثير الأنسار عن عمر بن نافع العدوي عن أبي أبي نافع عن عمر رضي الله عنه ما قال أخبرتني حفصته حفصة إيه ورند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح رقعتين سلاة الصبح كهور رقعتين صناء وراتبة ونبقوا جوكتين جري حضرا وصفرا وسكتك الجرين أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقه المصري وأنك فقه المصري قال أخبرنا إسحاق بن الفرات الكندي عن يحيا بن أيوب الغافقي قال حدثني يحيا بن سعيد الأنسار قال أخبرنا نافع مولو بن عمر عام بن عمر عن حفصة أنها أخبرتو حي أشيكتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بصلاة الصبح نبقوا بحاول محمد قال الله هذا من صلاة الصبح سجد كيسو جود معنا الرقعة ويكرد أنت سجدتين أي صلى سجدتين الرقعتين قبل صلاة الصبح سلاة الصبح كهور رب الله ورقعة تكنجري نبقوا من كما تكنجرينا أخبرنا عبد الله بن إسحاق الجوهري عن أبي عاصم النبي الضحاق بن مخلد النبي عن ابن جرج عبد الملك قال أخبرنا لموسى بن عقبة الأسد ساحب المغازي عن نافع مولو بن عمر عنه عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن سكت ذا أسنتيه رب الله لمعنته يسكب نبقوا من نصق بقرة إذا سكب المؤذن مؤذن كهذا كآمصه آذان كؤلاء بمعنى إذا فرغ بيكاد أنت المؤذن من النداء سلى رقعتين خفيفتين لبرك على الله الفطفول بلنبقوا مركزي تكنجري بعد النداء أخبرنا محمد بن سلمة المراد مرحب محسن مؤذن 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 أقول يا شرح دانة حاشيدة سندية شرحة نسائية وذلك تبعان كل وفر وحشيقة مؤذن ترتيم كفن ويستبدق كنسة وباب ورأي باب ووقت ويستبدق خلاف مركب دور وايسو سعيد تمر كما تصرف النصاخبة مسوى أسهل كتابك ونسائب سدائي والله أعلم أخبرنا محمد سلامة المراد قال أخبرنا عبد الحايم بن قاسم العتقي عن مالك بن أنس قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفزة أم المؤمنين حفزة المؤمنين أخبرته حي أشكت عبد الله وقال كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن ماذا مرقعة مصعور لما يآذانك من الآذان لصلاة الصبح وبدأ أموغض وبدأ ذهر أموغض الصبح صلاة صبح أموغض صلى وحدتك أنجل رقعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أنت صلاة الله أقيم معنا أن لوك عن صلاة الصبح أخبرنا إسماعيل من مسعود الجحدري قال حدثنا خالد من حارثة الهجيمي قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثتني أختي حفزته ولا شيء حفزه وحي إيش شيكتين أنه كان يصلي نبقى أنه تكنجري صلى الله عليه وسلم قبل الفجر صلاة فجركه رقعتين لبرك عدود خفيفتين من حيث القراءة قراءة ضيف وضعتنا السجود رقع وفضان أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى المكي المقري قال حدثنا أبي أبيه عبد الله بن يزيد المقري الحافظ قال حدثنا جغيرية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي رقعتين رقعتين بل نبقى التكنجري إذا طلع الفجر أوكتو مركا يد الله أبيه التكنجري حل كان لما التكنجري وحب أنت سردين إن حديثكو يا محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر عن حفزة وحاصل هو أيضا كل وحي كدو الأرور من طريق مالك عن نافع كيم أما من طريق عبيد الله عن نافع كيم أما من طريق جوارية من أسماء عن نافع وحاكسه الرئي من طريق موسى بن عقبة عن نافع وحاكسه الرئي من طريق مسعيد الأنسار عن نافع وحوظ كسه الرئي عن طريق عمر بن نافع عن ابه النافع إن تاس روايسكو وأن صوم عن يحي من كثير طاية عن نافع وحاكسه الرئي أصغونا عن اب السلمة عفوا وحنجي يحيى يحيى طريقه رمغة انت سوطرقه سردنا يا شيخو انو كوصو الحديثك من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة ان لقد هو من طريق نافع عن صفية عن حفصة اي خططاه طانوصو سرديي كدب نوحوت كوشي يقول دوانا ان نافعوسا لا انفراد عن ابن عمر ان النافع لم ينفرد الحديث عن ابن عمر بل تابعه سالم بوليه دوانوصو هذا وحون يلي امامك اخبرنا احمد ابن عبدالله من الحكم المعروف بابن الكردي قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة الحجاج عن زيد ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر وان انثقه امامه قال سمعت نافعا وطريق صدق اي طضبات عن طريق زيد ابن محمد عن نافع سمعت نافعا ابن عمر عن حفصة لانها قالت ان يتريه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر نبغو حؤها مركو اكتد الله عبدالله صلى الله عليه وسلم لا يصلي كان تكنن الا رقعتين خفيفة وحسنا الله صلى الله عليه وسلم وحسنا الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا قطيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث من سعد عن نافع وطريق قدام بيانه ليث من سعد هي زيد ابن محمد وانه بطريق وحكس يهوري جواري من أسماء عن نافع وصدح وحكس يهوري عبيد الله عن نافع وافر وحكس يهوري مركازي مالك عن نافع واشن وحكس يهوري موص من عقبة عن نافع اللي حويه وحكس يهوري مركازي يحمي سعد الأنساري عن نافع واطو الضبو وحكس يهوري عمر نافع عن أبيه واسديه يحمي كثير الطائع عن نافع سغال طريق وكلا دمان سغالك طريق بوخلافي عبد الحميم المجعفر عبد الحميم المجعفر الأنساري عن نافع عن سفية عن حفصه وكسه بالله بي سغالك وذات بوخلافي وانتو غدا نسائي شيء قوي لكن هذا نسائي سغال بقوك أفسدي كوي ضريق كاس وكل الحديثين خطأ حديثك عن عائشية عن حفصه وكما انه وكل محفوظ طريق أنه طريق حفص Hawamara واذا ضبك المجعفر لكنه وطريقه حديثك عن حفظه يبوه بعائش وابك ويري الطريقه يحدثك من طريق حفص وان عمر الرامر وعندك Joan炆 وانتو كنكرته وانتو كنكرته وانتو كنكرته وانتو كنكرته لكن ميؤمن مقنين لأن حديث كسيرا نرمليه مي... قال ابن عمر حفصته طريقة المركضة محفوظ نقوم وماذا هذا ما بجربة وطريقة وصغال كطريقة يا يا ما طبنبه هنا سقاله يحيى صون النقضي يحن كثيرة طائبة نقومونها يمين وصغال بان امالك كهوري يعد الحميم تعفر واننك هادي الله يستو يعد الحميم تعفر الانسار يعد الحميم تعفر الانسار حديث هو صفية اشترك هي قوضة وهو منذ ان اتكلم يجب عن نافع عن ابن عمر حفصته يقول أن العباد الحميم تعفر حدث عن نافع عن صفية بنت ابو عبيد كثيرا عن حفصة وراد الحميم تعفر حسين ام إذا كنت أعطي الفجر بحديثة هذا التالي نعم 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 إمامكم أحاديثاً راعة الفجر وقتية وقصها الله لكن أحاديثاً أنه بخلافك اقتلاف رواهته على نافع وتلمام ألاك شرط معه ألاك شرط معه ألاك شرط معه أخبرنا عن محمد بن عبد الحكم عفواً حقين مريني أخبرنا القطيبة أخبرنا القطيبة بن سعيد قال حدنا الليت بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن حفزة بنت عمر رضي الله تعالى عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وحائد نودي مركز اللورد وقل له أذم لصلاة الصبح سلاة فجر ركع نبوح الركوع جرقعتين خفيفتين لبرك عضوظه فضوط قبل أن يقوم إلى السلاة إنه السلاة دوساً أكعي نبوه وروا سالم سالم باوريا حديثك عن ابن عمر عن حفزة متابعة لنافعه طيب أصوى النافع أخبرنا إسعام إبراهيم نراهوية قال أخبرنا عبد الرزاق من همام السنعاني قال أحدنا معمر ابن راشد ابن راشد عن الزورية عن سالم قال ابن عمر حوليا أخبرتني حفزة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبوحه يركع كيروك عرقعتين تكنجري قبل الفجر أي قبل سلاة الفجر سيلي صوى فجأة حديثة قبل الفجر مركب مشكلة بك أنه قنيسة فجر كورتيما نبوه التكنجري صورة قال ما عجزوا حكوا عاديهين قبل سلاة الفجر لا قبل الفجر وذلك طنباوك وعضين با أرن كان وحوان نبوه التكنجري بعدما يطلع الفجر أوقت أنت لا تكذب أي تكنجري لا قبلها أخبرنا لحسين ابن عيسى القومسي قال حدثنا صفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن الزهري محمد عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أبي عبد الله ابن عمر قال أخبرتني حفزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر سلى رقعتين نبو مركب أعضاته أيوه رقعتين تكنجري مركب سالم بوحمد طابعين يا نافع في جعل الحديث عن ابن عمر عن حفزة أخبرنا محمود ابن خالد أبو علي الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم القرش عن أبي عمر واسموه عبد الرحمن عمر الأوزاعي بوجه عن يحيى من الكثير الطائي قال حدثني أبو سلم ابن عبد الرحمن عوف الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلي رقعتين خفيفتين نبو حوى مدت كذلك رقعتين خفيفتين لابن رقعت على الله فضوت بين النداء إيهو الإقامة من سلاة الفجر أي اللي سلاة الفجر إقامة إيه أذانك لو أذانك من الله أذانك من سلاة الفجر رحضوا ضمن نبوه مركعة رقعتين خفيفتين تكنجري أخبرنا إسماعيل ابن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد ابن حارث الهجيمي قال حدثنا هشام يعني ابن عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير الطائي عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى أبي سلمة أصغر عائشية كورية أي غير كيب أنه سأل عائشة عائشة وجباص أبو سلمة عن سلاة رسول الله سلاة صبره ويدي بالليل في الليل أهان جرد قال عائشة وحيتي لي كان يسلي ثلاثة عشرة رقعة سدح يطبرك أبو النبي قلت أن تجري قاب كيبت أن تكن إجمال بعد تفصيل بعد إجمال وهذا سيطف عنه واسده شيء سأقول ضدومة إن غسيه كدمن اللفاف فهيو اللفرفرو نمنعك سيانا واجنا ماكري وحشاريا كتب تفيقياتك وإنتي تفسيريا كدمن إجمال السمائية وحيلي إن أرضي يوحي اللفاف فهيو اللفاف لن يكون كالباة إن لسي خلاصة ضدوبا وكتبا وكتبا نقاق هذا لك لما البود انت بافيا هذا لكن إجمال لسمائي كدمن التفسير التفسير فإن تابع روحي كالباة إجمال كورنا وإنقوم وإنتي اللوه تفسير هلوه بقبئ هلوه خلاصة طيب نمنعك أزيم يصلي نبي كتو كتو ثم يصلي رقعتين وهو جالس رقعتين كالباة تكنجرة الصغوة وفردية وإنك الصغوة بره حافظ نسائن أصد باب الصلاة بعد الوطر باب الصلاة بعد الوطر إنه بنانتي من الصحة وإنه دم بمجر وإنه نحي صغر وإنه تكتبذين أن تكنجرة مبجرة بسي السباة وإنه يقول كالية وإنه يجعلوا آخر الصلاة كالية صلاة النهابين كانت وإنه تكنجرة وإنه تكنجرة وإنه تكنجرة كالية وإنه استحباء حين لدي وإنه 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 إنه يجب وإنه يجب فعل يجب أن يجب وإنه إستحباء فإذا أراد بين بالأذان والأهل التي تجت تبج ت évحية خفيفة أخبرنا أحمد بن نصر بن زيادة ناسابور الزاهد من إمام وثقاءه. وفي هذه الصندق على إنصابر شيخه به هو. ومحمد أسعق بن خزيما الشيخي حديث، حديث وفيقي صندوق التربية وحديثه. إنتمي سن أصور ليس جسد مصر عبور من قد. قال أحمد بن نصر ناسابور الزاهد ، القد. أحمد نصر كان بن زيادة ناسابور الزاهد. أحمد نصر الخزاعي الشهيد وضبقة أحمد قال حدثنا عمر محمد العنقزي قال حدثنا عثام قال حدثنا الأعمى سليمان عن حبيب نبي ثابت المصري عن سعيد ابن جبير الأسدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كتو كذوى النبغ رقعتين الفجري رقعتين كفجر كتو كنجري إذا سمع الآذان آذان كمركم مقله ويخففهما ونفو ذينجري قال ابعد رحمن النسائي هذا حديث منكر حديث كان هو حديث منكر الإمام النسائي الحاف بن رجب الحنبل في الحبارقة مجلد كصدحات سقالبه قوليه سقالبه كه هالله النكاراد وينهوزتكو كوريان محققه مركب حوليها يقول مركب بخاريح دي كيسكسوها الله أيو حولي قلت حديث كان هو كياناي وروي من حديث من عباس عن حبيب نبي ثقوسر منكاسو وقال النسائي في سننه هذا حديث منكر قلت ونكاراتو من قبل إسناده سيداسو من رجب يري النكارة هذا حديث كان كجر تاي واحق السندك محايا للروايات الأعمش بويري عن حبيب فيها منكرات أعمش سليم المهران وهضعين وهين وأعمش وما عن حبيب هدو يحكورن هيا منكرات باكو الجيرا فإن حبيب نبي ثابت إنما يروض الحديث عن محمد بن علي من عبد الله من عباس عن أبي عن جدي وهدي كان نصوم الرئي ننكي أهم محمد بن علي من عبد الله يندي جر ووالدك محمد جعفر المنصور أبي عبد الله الصفاح وأبوه ضوه حديثكو طريقة كيمت ومن طريقة حبيبنا بثابت شري نصوم الرئيس هو ففاسا مرك هذا وحقق لك أعمش حديثك من حديث حبيبنا بثابت عن سعين وجبال الأسد عبد العباس وحان لو يقعنا حديثكو إنه من طريقة حبيب عن محمد بن علي عن أبيه عن جدي شري نصوم الرئيس هذا هو المحفوظ إذن كاردو إن أعمش لسارو مرك ناقدكا سماري أساقانا سحان ساقانا سحان وذاتك الشاروح ملك له آذي وحاك لو خلط ضمي حديثك مركو الذي ستلمانه هاي وميلان جر وكود ننكي إسكال كتابك الحديث المنكر عند النقاد الحديث الحديث المنكر عند النقاد الحديث مجلد كاللبات سديات بغل ساقاشاني أفر رقم كحديثك بقول سدياتني تطباء أساقونا ميلان جرم بكود ميلان جرم بآدو وحوي لعصب الجناية برأسي أحمل نصر نبكي إي أنكاردو خطئ وحي كول جيه وذاتك هاسوري أحمل نصر بخول جيه أحمل نصر ابن زيادة نيسابور يبقى لا انفراد بحديث كاني على ثقة وجلالتي وإمامه سنة أصغوها دانا تفردكا ولا تفرد بقى اللود لشم بولون حديثك خطأ يعني ساي ماشا ومساعده حافظك من رجل ما يشوش شاقي بها صحان وحاكله أصنخل دم شاريحة شاريحة وحي كل جيه جنايه وحمرحة كسر وضوبي حبيبه كل جيه حبيبه أصنخل جيه وحيونه بثابد وانين ثقاء إلا أنه يرسل ويدلس كثيرا فلعله دلسه من ضعيف أخطأ في سنده وإنما البمال بقول رقاقي إلا أن ساي وحوي لهذا حديث منكر ونكال رقاقي مركا نكارد بانيول بكيش تدقابك وفاسر الله مركا لفيريه وش حقيقة أوده ونقدك إنه رجب المرجل كسوا عدي حوره ورتكو ننكن أعمش عن حبيب ومنكر حديث كيسو روايات الأعمش عن حبيب وفيها منكرات وحاكو حونا خلافي حفادي حديث كوري عن حبيب أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جد بن عباس شاين نصوم الرئي مركا نقضي ونقضي حافظ وينه تفاهم كرتب بانانك ياله لكن ننكاس أحم نصر الخزاعي وحافظنا تلا أساق ومنكر كوا أساق طيبا هذا يهالك حيثو концерبيات هكذا لذلك يعتبر شيئا نحن يقضي من غرف 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 باك ما أنه أخطأ في أسنادهن وهو الحذف وهو طريق وهو شيء بعيد شيء بعيد مركا السيدة حافنا رجب أعمركا شرحوا أنه خلض فينا موقاته وذاتك إسكال الحديث المنكر عند نقاض الحديث مجلدك لابات أفر عفواً 6 و10 أفر أما الرقم كحديث أقول 6 يطب أيونا أنه خلض فينا موقاته ويقولون أنه خطأ للشيخ هذا يقولون أنه كافي عن لبضع أي شيئين في الحديث المنكرية إنه كافي عنه أنه يمكن لعمر بن محمد الناقد عمر بن محمد العنقز الناقد وحو خلافي حفاظه رمضه خلافي في المطني حفاظه رمضه خلافي وإن أحمد بن حنب إبن نبي شيبة كل حديثك وحكوه ريين إن لقد قد من حديث عثان بن علي عن الأعمش عن حبيب نبي ثابت عن سعين مجوع عباس لفظك لو أمتنئه وقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل رقعتين ثم ينصرف فيستاك لبضع نقدي بصورك نقدي بن رجب ونقدي بنانك يال وحكى لو أن نقدي وإغلافي عمب وإغلافي المدار الحديث هو على عثام بن علي عثام بن علي العامر عثام بن علي العامر يحدث قوة قاتع عم محمد العنقذ الناقب أصوى مركز حكوه ريين سيدان متن أغشيبة حفاظه رمضه قاتعثام بن علي متن أغشيبة يقول إنه سنتك قوة فقصة بين متن أغشيبة ومعلم نهاية الحرب من القلافين ومعلم أن من قطب المنصري يقول اخي اخي أخي تقول هذا عن السلام علي عن إعباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخطأ غدا لمخالفة الحفاظ في المتن لا في السند في المتن لا في السند مارك أقول نغضا نكارا نكارا متنية هذا حديث منكر من حيث المتن أي نقطه إينا نكرد نكارا سنادي أوسدوش إن رجب الحنبلي أولي أعمش رواياته عن حبيب فيها مناكير وحينا أعمش خلافي تلاميدي حبيب نبي ثابت إينا نكرد نكارا من حديث محمد علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبي عن جده عن رسول الله مركلا بضع معنام معقولة لكن يوحك لأمشاريح أمري أموذات كاس الحديث المنكر أوشي وخطب إلى تهاي أخبرنا سواء بن نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن مارك قال أخبرنا يونس نبي سحاق السبيعي عفوا يونس من جده الأيلي عامن الشاب الزوري قال أخبرنا السائب ابن يزيد الكندي وصحابي ابن السحابي صحابي صغيرة أبينا سحابي وها الصائب يزيد أن شريحا الحذرمية رضي الله تعالى عنه ذكر وحال الشيء عند رسول الله رسولك لا يحويه لي لا يتوسد القرآن روايك لذاك رجل لا يتوسد القرآن ننكاسوانين آن قرآن كبركنين يعني شريح الحذرم ما نبي تستلق الشيء ما نبي أماني معناك لو ذنب آباله ودعيك راو يا احتمال يا حديثك لكن سيدي أبن علوماته وحاوي وها أمان حديثك ذاك رجل متكاسوانين أتكشى كاي نيزان لا يتوسد آن بركانين القرآن بمعنا لا ينام الليل ننه بيسكسي حذو خوريه وقرآن كو حفظنا ميقان بركضة سيدي بركان تكره ما أهيوانين سوجه ونه بيسكسي حذو خوريه وقرآن كو عبادة سيدي سيدي نسائنا سيدي سعوه كيانا في قيام الليل قيام الليل كي يفضي سيدي واناكي سعوه كيانا بعض أهل علم وحيليهين وانن قرآن كبركذا قرآن كبركذا بمعناه وأنه وذمي وذمي ويا قرآنك يعني مباركذا ببعنا قرآنك ما حفظيه بركنتي اللوال اللازمة وهابينك بغلقوا سعذا نن قرآنك قرآن إسا لازمة أما حفظك إسا لازمة ما أهوي ومعنى بعيدة معنى لكن ماشي اللي ظاهر كي حفظه بذيهين وأمانو ومدحي بمعنى لا ينام الليل بل يقرأ القرآن ويتهجد به وانا حديث صحيح وانا حديث لا انفراذي الامام النسائي لا انفراذي ستضم في لها يأني حديث حديث مركة قيمة بضنوي باب من كان له صلاة بليلي فيغلبه عليه النوم عليها النوم وحباب مني صلاة الليل تكنجرة كدبنا يهردك أدك 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 أخوانا قطبة ابن سعيد عن مالك عن محمد كدر عن سعيد ابن جبال عن رجل عنده رضا عن رجل بسعيد عنده رضا أكثر لغاية نحن كوك السؤونية واثقاء أكثر كأهوه أي رضا أي مرضي عنه أخبره وأكتب حديث أنه أسود من يزيد له لغاية لغاية نحن أدك عن رجل عنده عند سعيد جبال رضا أي مرضي أمرضي وحاوي وأسود من يزيد النخعي رواية الضمان عدين نساس مرض أن عائشة رضا عنه أخبره أن رسول الله قال ما من امرئ روح مجره تكون له سلاة بالليل روح تكون له سلاة بالليل هبين كل تكد من سلاة وردي يشج وكتأ لها مجره وفغلبه وكغير نغطي عليها على سلاته النوم وردأ وغير نغطي إلا هدوجر كتب الله ربع أقرأ أجر سلاته سلاة وتكنجر أجر كذب لله قال إلا عدر هذا يكون قميه وكان نومه عفوا نومه صدقة عليه وصدقة وصدقة يستوى وإنه خير الله كسي لكن أجر كود للعدر طه باب اسم الرجل الرضا ننك رضاها إن عضي إبهام كما عضينا باب إبهام بعض النصخ لكن الآن باب كشي نصدق إنه سحنط أمرا لنها محق وسط حولي بعض النصخ ترجمة إسان كجر يعني إبهام كوريا إنه قبط سنت أي أساس يعني أخبر أبو داود ابن سيف ابن يحيى الحراني قال حدنا محمد سليمان ابن داول قال حدنا أبو جعفر الرازي عن محمد ابن المنكدر عن سعيد من الجبير عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أسود يزيد مركيا ماشي عن رجل خضا عنده الكاس أسود يزيد نخي عنه إيهام مركاسي ومره أيامك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة منك الصلاة واهيد صلىها من الليل أي كان يصليها من الليل وهديك التكنجري فنام يعني من تانب عنا فيه ويبلو شاروح أسود لي من كان من له صلاة صلىها من الليل أي صلىها في الليل هبينك التكنجري عادوه فالنام ما كسهد عنا عن السلاة كان ذلك هردها هردها وحين نغني سوى النوم كأسوه نغني صدقة نحريس يرخص تصدق الله وعليه ربك صدق يستي وكتب له أجر صلاته صلاة تكنجري صلات 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 ولكن وعليه هناك لأن عدد 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 وعليه صلات وعليه يعني فالقلب وعليه 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 قرآن يتصدق الله لأن عدد أجر وعليه وعليه لأنه ليس فقط يحبك بأسفل وكيف تدعوه إنه ليس فقط وكيف يحبك بأسفل وكيف يحبك بأسفل من المبترض أخبرنا أحمن نصر قلق هذه يقولون 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 نصر نيسابور الزاهد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد عن عائشة قال من كان له صلاة من الليل فذكر وحوشه النحا وهو حديث كهو الحديث الأميذة قال أبو عبد الرحمن النصر أبو جعفر الرازي ليس بالقوية في الحديث أبو جعفر الرازي من مركز حيب بضن ماءها حق حديثك حديثك من حيب بضن ماءها مرهد حديثك كحيب بضنين مالك نقو خلافها لا تروي إلا مالك بو خلافها أبو جعفر الرازي سندك هذا أين مركز كسه الرئيسة إبهام قوتي عن مالك عن محمد عن سعيد الجبير عن رجل رضا عنده مالك المحفوظ وحوه وإبهام ننك عضيات تصريحية سندك كالي مبهن كالي لأسو مزيد وأبو جعفر الرازي مركز منا تور بضنو وحونا خلافي إمام حافظه مكر رويسو ومنكر أساسو جيدا رويسو ومنكر أساسو جيدا باب من أتى فراشه بجعفر الرازي واني صدوق في نفسي لك وحن صمر ميهنين خطأ بضن وسيء الحفظ لا سيء معا مغيره لا سيء معا مغيره باب من أتى فراشه وهو ينوي القيامة فنام مغير من زياد مغير من الشعب سحابك ما هو مغير من زياد وذلك له التابعة باب من أتى فراشه وينوي القيامة فنام وحب باب من أنك التقاف فراش كي سأقول لها المضاء أصغوا أني يسين وصوقوا أكدمنه رضي الله تكتو أخبرنا هارو من عبد الله الحمال مركو حادم ودعو يردارك ين يدن وكالصارها يا لما من نساي والعلم عند الله قال حدنا حسين علي الجعفي عن زائد من قدمة الثقف عن سليمان الأعمص عن حبيب نبي ثابت عن عبده ابن أبي لبابة الأسد عن سويد ابن غفلة الجعفي عناب الدرداء يبلغ أصغوا لك يا رأي به حديث كأن نبي صبانها لك يا رأي قال حوري من أتى روحي التغفر شوقه وكشي سؤدها المضاء وهو ينوي أصغوا النيسان أن يقوم إنه يصغوا يصلي من الليل حالاء التكني يعني مصلي من الليل واجملة حالاء يصلي من الليل يعني مصلي من الليل أصغوا هبينك حكس التكني ينوي من الليل فغلبته أي كاتكات يعني إشي السيبا كاتكات حتى أصبح إلا واغو بريساد فجر كتب اللوحة اللوقة يما نوى وحو نيضو يقوم سلاة درنا أفتي وحردود أجر كتب وكان النوم حردود يسينا وحي نوغن هبينك صدقة عليه من ربه صدقة ربه وك صدقة يستي وحري نساش خالفه حبيب وحا خلافي صفيان الثور بخلافي حديدك موالسكو خلافي بمعنى على عبدة اختلف الرواة على عبدة من نبي لبابة الأسدي عن سويد من غفلة خلاف كلبا قيب وحا وحق الشك في السحابي من ووقف الرفع الرواة عن عبدة من نبي اللبابة وحكو ورنها الأسدي وحيس خلافين في السحابي الحديث عن أبي الدرداء أو أبي ذرين عن أبي الدرداء أو أبي ذرين هذا موالسكو في السحابي موالسكو حبيب نبي ثابت هنا مشكو نصو عن أبي الدرداء عن النبي جزمي وان الرفع وحيس خلاف رفع وقفي من قول أبي الدرداء ومن قول أبي ذرين وموقوف من فتواهم وموقوف من فتواهم لما نوال رفع لابداء معنو شيخ مركة المام سأل مركة اللوغ خلق من حيس نبي ثابت وحار متابع شعبة حيس ثابت لم ينفرد هوش رفع لموس انفراد وحاق راعي شعبة من الحجاج عن عبد أبي لبابة الأسدي عند من حبان في صحيحه لكن شعباء سوو سمي شك شك وحولي هاي عن أبي درداء أو أبي ذرين عن أبي درداء أو بذرين سأسو ولي مركة شعبة وحو أنفع يا حبيب في الرفع بقو أنفع الله في الشك نقل سوء من خزيم أحدك ويربق وقال حولي خلق كون رضم بإسكال حسين علي الجعفي حسين علي الجعفي وصار خالف وحبيب وحا خلاف سويان الثوري بخلافي وانت الرواية دي أخبرنا سويد أم نصر المروز قال أخبرنا عبدالله مارك عن سويان الثوري عن عبدة من لبابة الأسد قال سمعت السويد من غفلة عن أبي ذرين وأبي درداء موقوفا موقوفا سيد اللي ثوري وحا متابعي ابن عيين كما في الكبرى سمعت الكبرى النسائي ابن عيين مطابعين مركز ثوري هي ابن عيين حذك موقوف بيكارداء حيبن أبي ثابت هي شعبنا مرفوع بيكارداء رواد انتو وضوك لوحي ابن اوضا اوضا ابن وحاد موضا دار قد النسائي وحي رجح ين وقف وقف الحديدك هو صحيف مرفوع وموقوف تاسي لبح فند الرفع يذكر عيين لبن ووقف مركز لبن واجب إلا جمع يكون أكس المد ومسألة قال لا مجال الاجتهاد من أتى فراش هو ين وأن يقوم من الليل فغلب عيين حتى أصبح كتب له ما نوى وكان النوم صدقة عليه من ربه مثلا صحابة وقف حديدك مرن ربعين جرين باكم موقعت الراوي رفعين وقف 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 كل روا بما حفظ أما شك عن أبي الدرداء أو أبي ذرن سيكون محفوظ وشك للشياء حبيب كريب قوي وان لا تفرو ده مركز قوي تاسي ثوري يمنعيين يشعب مرافعة كل وحيسكر راعين شك عن أبي الدرداء أو أبي درن لابد السحابين يقول بالتمنى وحد برمالها تردد كاس صو شغلبان محو صحيح الموقوف أو مرفوع كهرة مرفوعة محو صارح ومكاس على شغ كهرة محو صحيح صحيح باب كم يسلي من نام عن صلاة أو منعه وجع لكن ترقوني أن سيحمر هيا يحفظ قيبك مذا إن موقوف صحيح مرفوع أو خطأ والعلم عند الله موقوف كم حكم الرفع بو يالا يالا وارغ رواية دمت تيهران الشيء اسمان كالله موقف 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 وموقف موقف إيقافها هل تطبيعك أولاً في الأسفل إنها كثيراً أولاً بوجت تطبيع بابك كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجعون كم يصلي إمسو التكن من نام الروح كسل عن صلاة صلاة الليلة وتكن جري أو منعه مؤدي ذي استاقي صوتو سيدي وجعون حنون ياللحو أخبارنا القطيبة من سعيد قال حدنا أبو عوانة والضاحة من عبدالله الأشكري عن قتادة من دعمة السادوسي عن زرارة من أوفة عن سعد ابن هشام بن عامر عن عشر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل نبقوا بحامركوا سنتو كنهبين كحقيسة منعه حالة كوني منعه ودي ذي من ذلك قيام الليل كنهبين هردو أو وجعون أم حنون وكغايب نغضي صلى كيتو كدوا من النهار ماني كحقيسة ثنتي عشرة رقعاتاً لبيتطبرا عضبو تكنجري وقلنجري ماشي بدلكي ذي نبقوا مركز وحنون يهرداء إلتكتو ساتولي الكيس كمهار الجليل صلى الله بطن كد مكو أنكو حبو وتكوذو ونافو فرحكا قضاهايان هبين كان دموا هدوناكو روصان هايانو إلال هايان مهيان إنه سوق ضيان وكوي أضاكتها يمركو إلا سوق ضيان لي ما دوي باب متى يقضي منام عن حزب من الليل ننكو ورد حزبكو ووردكاً جوكتلا الليلة والمعتاد من العبادة شيقة أدعى ذاكار دي عبادة هايان كدعايا حزبك الليلة أما القرآن هان نقضو أما صلاة هان نقضو طهيب أما أذكارية تصبيحي أضوضها هان نقضو حزبكو تاساد اللوجيه ننكو كصيحة حزبكي سيقورمو قضايين مانكي أخبارنا قتابة حلقابو الدعووي قبل الزوال أو بعد الزوال أخبارنا قتابة بن سعيد قال لحضن أبو صفوان عبدالله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونسة عبد الشابة الزهول عنا السائد ابن يزيد وعبيد الله عبدالله بن عتبة بن سعود سائد بن يزيد هي عبيد الله عبدالله بن عتبة بن سعود أخبراه حذكو حيقول founded بن شاب هو إلا لبدا صائبي عبيد الله باق entails شيخه ابن شابه وحيؤوش قد بن شاب أن عبدالرحمن بن عبد القارية أن عبد الرحمن من عبد القاري وأن عبد الرحمن من عبد القارية نسبة إلى قارة وقوز قبل كبيرا شو أن عبد الرحمن من عبد القارية قال وحوجي لي سمعت عمل الخطب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام الروح كس هذا عن حزبه حزب جيسية ورد جيسية أو عن شيء منه كل بات كبير قيب بات كسيحات صدحه طويلة كنجر تكوي طويلة لحباته كنجر تكوي أما قرانك يقول لبات جز صدح جز صبعة لأخين تبدأ لبات قيبتك لكاتك كلا أو بعضا من نام عن حزبه كلا أو عن شيء منه وحون أسا كامل فقرأوا أخرية لي ما دوي القرانك فيما بين سلاة الفجر سلاة الفجر أنت كدحيسة بعد الصبح هو يوى سلاة الظهري ظهرك أنت كدحيسة كتب اللوحة اللوغة كأنما قرأوا من الليل حالي أضو أخرية برقين كبالله تيميل سلاة الفجر كدحيسة إلى ظهرك اللوغة حلقة برقين كدحيسة حالي من اللي أخرية ولي من أجر كيسوك لقو قراء حتى بعد الزوال إلا الله منكرنا وينه وقاري الدولنا وهذا ظهرك لويده ظهرك دبديئة تكنيسه أخبرنا محمد طافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق من همام السنعاني أخبرنا معمن راشد أبو عوث اليماني عن الزهري محمد الشاب بعض النصر الميشة وحيق لنا هي عن عروة عن الزهورية عن عروة يكد قايا لكن إي مرد يقولون إي مرد يقولون وحوقري مجرع عن معمر عن الزهورية عن عروة عن عبد الرحمن عبد القارية القارية عروة مكوغر طي عن الزهورية عن عبد الرحمن عبد القارية بعض النصق بسيدة القرية وشارح لي أحد كي أنه وصمت الماما عروة ما شاء من قل لك الشارح ما قايا عن عبد الرحمن عبد القارية أن عمر نخطور رضي الله تعالى عنه قال من نام روحك السهدة عن حزبه حزبك السهدة أو قال وحول عن جزئه أما جزء قبل شطره وحول عن جزء قيبتسي من الليل هبين كماركة أي حزبه فقرأوا أخرى فيما بين سلاة الصبح سلاة الصبح إلى سلاة الظهور سادر فكان ما قرأوا من الليل حالو كان أخرى يبوا لأجر نقون هيا حددا كان مركة أنه موقوفي بحفاظ وبدانيين ويها من قول عمر أن عمر الخطاب رضي الله قال وصنو مركاسي مرفوع وصنعه وانا سيدة رواية أنه انه وماركة موقوفة وموقوفة هذا هو مرفوع هذا هو مرفوع هذا هو صائب يحبه الله يبقى أذكره صائب يحبه الله يبقى أذكره إنه وقفه صحيح إنه يبقى أذكره هذا هو رفعه يوقفه صحيح حتى موقفنا في حكم الرفعه يبقى أذكره أخبرنا القتبة من سعيد قال عن مالك عن دول بن حسين القرش أبو سليم المدني عن عبد الرحمن عبد القاري أن عمن خطب رضي الله تعالى عنه قال من فاته الروح حزبه ورده يسي عباده يسي فقرأه أخرية حين وقته تزول الشمس ورح يأيزوشه إلى صلاة الظهر فإنه لم يفط مور في مجرو أو كأن محمد أدركه حل يبقى أهل وحل يبقى أهل حل يبقى أهل مشكلة تنظم بها لأنه سومر في حديث هوري من صلاة الصبح إلى الظهر هنا نحو يريد يجعله لأنه من الزوال إلى صلاة الظهر حسنا ويجعله أنه من صلاة الصبح إلى الظهر وحاوله ينحق لها بعد الزوال إلى دور كورتي ويذهب إلى وعطه ويزوشه ويقتل كرهة لقبحه سعيداً وليان لا تكننباً لقليم لكن سيده في أفضل كأول إن لتكن برق كوي معناها سيكون جمعيانا أقول لها أبو الحسن سيندي ومشكل بولي إشكال المشكومجورة سيدة الموقت إشكال سيدة المشكومجورة رواه حميد بن عبد الرحمن بورية موقوفاً حديثك سوى موقوف ورية سوى موقوف أي ورية حديثك وأصوح سنكون رعايا ويردق هوريا ووقفيا وكمدها زهري وكمدها أمام أعرج أخبرنا سوي بن نصر المروز قال أخبرنا عبد الله ابن المارك عن شعب بن حجاج عن سعد بن راهيم الزهري عن حمين عبد الرحمن الزهري قالوا حجيري بعض النصر حديثها عن عمراء عن حمين عبد الرحمن عن عمراء ساس موقوف كنت قنكر أنا قد يملك هاي بعض النصر حوصة وكوكورة مصنف كان الكبرى نصيدا ساكوجيرا يا عن حمين عبد الرحمن عبد الرحمن ما قدم بيه؟ قال 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 عن حمين عبد الرحمن عن عمراء ما قدم بيه؟ 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 فليقرأوها أخرية في صلاة قبل الظهور صلاة الظهور قاكوه الرزاق ليو حلقها تكذوي فإنها تعدل وحاولك مدون قلقما يسهلات الليل سهذا دي حياة اللي تكذوي قلقما يساه ماركوحان مدى النسائي والعلم عن دائم رجح هي وقفها رجحها لكن رفع قايم وقفكم إنه محفوظيين بالأم الله والعلم عند الله باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقين لخبر أم حبيبة في ذلك هو الاختلاف على عطائن سأخذكم أدر انتهم سأخذكم جوجيا ألا بالله يتوفيق أه أه أه